موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج آيات بينات النهاردة معانا إطار جديد معانا موضوع مختلف نتكلم النهاردة عن القصص القرآني القصص القرآني سرد واعن موجه للتاريخ الإنساني الغرض منه مش مجرد التشويق والإلهاء وإنما التربية والاتعاض وأخذ العبرة وصدق الله إذ يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ولإن القصص خد حيز كبير من حياتنا لدرجة بقينا لاي أكثر الكتب مبيعا فيها الجوايات والقصص فحبيني النهاردة نعيش مع القصص القرآني لإن القصص القرآني هو أحسن القصص وقبل ما نبدأ النهاردة خلونا نرحب بضيفنا في الستوديو الدكتور عصام الرومي دكتور عصام أهلا بحضراتكم نورنا رحب الله بك أهلا وسهلا بحضراتكم محمد والسادر والشهرين الأكارب أهلا بكم سيدنا القصص القرآن أو القصص القرآني مبثوث في خلال أجزاء القرآني الكريم نعم إحنا هنبدأ بصورة الأنبياء تأذلينا نبدأ بصورة الأنبياء باعتبار أن هي قصص الأنبياء فنعيش بقى مع الأنبياء نعم وهنلاقي في البداية مثلا هنعيش بعد كده مع قصة سيدنا موسى وقصة سيدنا هارون لكن القصة الكبيرة اللي بدأ بيها الصورة زي ما حدركت أعلم هي قصة سيدنا إبراهيم عايزين حضرك كده تلخص لنا الحكاية احكي لنا حكاية نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى الزكي الزاكي الطاهير المطهر الشريف المشرف الصفي المصفى النقي التقي الأنقى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعدا من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال في الكرآن إن هذا لهو القصص الحق هناك فرق كبير بين ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا في ثلاثة آيات الكرآن الكريم وما يكتبه الناس أو ما يحكيه الناس أو ما يقصه الناس بعضهم على بعض فكلام الله سبحانه وتعالى هو الحق وهو الصدق هنا في سورة الأنبياء يحكي لنا ربنا سبحانه وتعالى بعضا من قصص الأنبياء والمرسلين نعم وحينما ننظر مثلا إلى سورة العراف نرى أنها تحكي لنا تاريخ البشرية انطلاقا أيضا من قصة نبي الله آدم عليه السلام نعم ختاما بالنبي الكريم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه في سورة الأنبياء تناول الله سبحانه وتعالى فيها الحديثة عن خليله إبراهيم عليه السلام ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالبين وسبحان الله كل كلمة في كتاب الله علينا أن نقف أمامها نحن نعلم أن القرآن يكمل بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا والقصص القرآن لا يمكن أبدا أن يكون من قبيل التكرار لا يمكن كلام الله ليس فيه تكرار حتى وإن ذكرت دكتور القصة في صورة أخرى لنها تتكر لا يمكن لا يمكن أن تتكر لابد أنها تتخذ منحا آخر بتأتي بإضافات بإضافات إما أن يذكر فيها المكان وإما أنها تعبر تفصيل زيادة أو الدروس المستفادة أو تتحدث عن الحوار الدائر بين النبي الكريم وبين قومه أو تتحدث عن المعجزة التي أيد الله تعالى بها النبي الكريم أو أنها تتحدث عن أخذ جانب العظة والعبرة كيف أن الله تعالى أهلكهم والصقص لشأفتهم وهكذا هنا في صورة الأنبياء نرى أن الله سبحانه وتعالى أضاف إلينا معاني كثيرة جديدة منها قوله تعالى من قبل ولقد آتينا إبراهيم رجده من قبل ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى آت إبراهيم وأعطاه الحكمة وفصل الخطاب والبلاغة والبيان والرجحان العقلي والدليل الصاطع والحجة الدامغة قبل النبوة بيأهله قبل النبوة نعم وليس بعد النبوة هناك فرق بين كلمة من قبل دي يعني اللفظة دي الكلمتين دول طبعا حركة بتفسرهم لأنهم دول كلمة من قبل دي من قبل النبوة ربنا أعطاله كل حركة تفضلت دي ولذلك أشار الله تعالى إلى ذلك في صورة الأنعام وترك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه الحجة الحجة معناها البرهان الصاطع الدليل القاطع الحجة الدامغة معناها أن الله سبحانه وتعالى أيده بالرجحان العقلي فهو إنسان فطن ذكي بل من الممكن أن نقوله كما يقول علماء العقيدة يقولون مثلا شروط النبوة الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة والخلوب من العيوب الخلقية والخلقية والذكورية فهذه ستة أو ستة الصفات تماما حينما ننظر إلى هذه الصفات الستة أو الستة أولا الصدق الأمانة التبليغ يعني لا يكتب لا يكذب لا يخون لا يغدر والفطانة والفطانة معناها يعني الذكاء الحاد يعني شدة الذكاء تماما والذكورية ينبغي أن يكون ذكرا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي وهو ليس ده حيوزا لجنس الرجال بالمناسبة وإنما هم عشان يعني زي ما بنقول بالطبيعة حتى في أعمالنا أنه في أعمال متعلقة بالرجال ومتعلقة بالسيدات لكن السيدات كتسيدتنا أم المؤمنين خديجة زي ما أحاك تعلم لكن أنا هنا عايز أرجع لسيدنا إبراهيم المولانا عشان كلبة من قبل قطاه الله عز وجل الرجل ده من قبل فبدأ بعد كده بقى ملامح القصة الملامح اللي انفرضت بيها في صورة الأنبياء الملامح أن صورة الأنبياء ركزت على الحوار دائر بين الخليل إبراهيم عليه السلام وبين قومه الله الله وهذا الحوار له مضامين كثيرة عنوين كثيرة سيدنا قبل ما نبدأ الحوار أنا هتصور مع راجل الحوار اتنين مختلفين في الدين بالضبط سيدنا إبراهيم الخليل وقومه وقومه فبيعملوا إي حضرتك بما فيهم أبوه أو عمه بيتحوروا ايه في حوار الله أكبر يعني أو معينا المختلفين في الدين بالضبط بفعنا من التحاور نعم في حوار تمام والسبحان الله الحوار هنا بدأ حوارا هادئا نعم بعيدا عن المجادلة الله هناك فرق بين الحوار الهادف المثمر الذي يعطيك نتائج مثمرة في أرض الواقع وتستفيد منه نعم ويفاد منه نعم وبين المجادلة من أجل التنطع ويعني جدال من أجل الجدال وهذا غير مطلوب تماما ولذلك بدأ الحوار كما ذكره الله سبحانه وتعالى إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما هذه التمثيل التي أنتم لها عاكفون مجرد سؤال تعملوا إيه جمعا تماما تعملوا إيه تعملوا إيه بالضبط هذه الأصنام هذه الأخشاب هذه الأحجار المنحوطة صحيح التي نحتها أبي أبي ورأيتها بعيني كانت حجارة في طورها الأول أو خشب في طورها الأول نعم فانا شفتوا بيتحول إلى إله ورأاه يعني الخليل إبراهيم رأى ذلك النحت نعم ورأى تلك الأصنام وهي تصنع من يصنعها أمه أو أبوه والله خلقكم وما تعملون بالضبط يعني إذن هو رأهم هم يعملون بالضبط ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أنتم الآن مقيمون على عبادتها تعبدون ماذا الصناما صنعتموها بأيديكم أخشابا أحجارا لا تغني عنكم من الله شيئا لا تسمع لا تبصر لا تنفع لا تضر يعني ما هذا العبث صحيح ما هذه التماثيل ثم إنه بيّن لهم نوعية ما يعبدون عاكفون ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون هم هم ردوا عليه سبحان الله ردا تلقائيا بعيدا كل البعد عن المراوغة قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين إذن ده الحوار البريء اللي حرارك قلت عليهم بالضبط الحوار هادئ وطبيعي نعم يا إبراهيم هذه التماثيل نحن لم نأتي بجديد وإنما وجدنا آباءنا يعبدونها فنحن على آثارهم مهتدوا مهتدوا نحن نفعل مثل ما كان يفعل آباؤنا فلماذا تعيبوا علينا ذلك الحوار ده يستمر بريئة سيدنا لا 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 يشتد بعد ذلك نعم 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 ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون نعم قالوا كلمة قالوا بمعنى أنهم جميعا اتفقوا على هذا القول هذه عقيدتهم هذه فترتهم الملوثة قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين بدأ هنا إبراهيم عليه السلام يرد عليهم بمنطق الحق ودوما سبحان الله ترى أن الإنسان المحق ترى يقف على قدمين راسقتين ثابتتين الله أكبر ما فيش أنا موقفي ثابت أنا على الحق لا يسع عليه علامة من علامات الانهزام النفسي حتى في الكلام الذي معه الحق صحي بالحق ما قال وفي نفس الوقت يتكلم معك ويضع عينه في عينيك هو ما ينبصص لك يعني هو مش هيكون خايف ويتكلم معك بالقوة نعم بخلاف الانهزام النفسي الذي بدأ على فرعون تخيل حينما نذهب إلى سورة النزعات فحشر فنادى فقال كلها تدل على الانهزام النفسي هاتوا الناس ويجمعوهم ويعمل بروباجندا بالضبط كده حتى إنه لم يستطع أن يتكلم مع الناس مواجهة فحشر فنادى فقال اقرأ قوله وتعالى ثم أدبر بمعنى أنه أعطاهم ظهره لا يستطيع أن يواجه الناس لأنه ضعيف لا يملك حجة نموذج سيدنا إبراهيم نعم المواجه القوي نموذج الإنسان اللي على الباطل اللي بيدعي أنه هو إله فأدبر يسعى ودوائف بيقولهم ما هذه التمثيل التي أنتم لها ولذلك قال أنتم وأباؤكم في ضلال مبين الله يعني أسمعهم يعني ما قرع أسمعهم أنتم خطاب لهؤلاء القوم تماما وأباؤكم الذين ماتوا والذين تقلدونهم عشان ما تعملهمش حجة فأنتم وهم على ضلال في ضلال الله تماما قالوا أجئتانا بالحق يا ما أنت من اللاعبين ماذا تقول هل من المعقول أن نكون نحن وأباؤنا في ضلال بيّن واضح هي برضو صدمة يا سيد لا نعلمهم هي صدمة بقى إحنا عايشين كذا سنة كل ده في ضلال نعم انت جاية تغيرنا النهاردة بالضبط ولذلك في بعض الناس يمكن لما بنبدأ نقول لهم بعض العادات أو بعض التصرفات غير الصحيحة يقول لك هنا طول عمري كده بس تغير نعم إذن يا مولان الحوار كمل بينا ووصل لفين الحوار ثم بعد ذلك قالوا أجئتانا بالحق أم أنت من اللاعبين ما هذا العرث ماذا تقول هذا القول لم نسمعه من قبل ثم ما هذه الأفعال التي تحدثوا عنها هل هذا هو الحق وما الدليل على الصدق ما تقول أجئتانا بالحق وقوله تعالى أجئتانا معنى ذلك هل معك من الأدلة والبراهين ما يؤيد قولك هذا أم أنت من اللاعبين تعبث بنا وبعقولنا وتهززأ بأحلامنا وأصنامنا فبدأ هنا إلى مسألة مهمة مسألة الإضراب من هو يواجههم بحقيقة بطلهم بالضبط يعني بدأ يكون لهم انظروا إلى السماوات انظروا إلى الأرض من الذي خلقاها من الذي أبدعها من الذي أتقانها انظروا يعني أخذهم إلى آيات الله الكونية الأدلة التي تقول أنه يبني معاه حق هم طلبوا منه أدلة الأدلة يا جماعة وأنا أراها وأنا معكم من الشهدين وأنتم ترون ما أرى أنتم ترون آيات الله البينات في كونه أنتم ترون الشمس وترون القمر وترون الأرض وترون السماء وترون مظاهر قدرة الله الذي أعبده والذي أدعوكم إليه وأنا على ذلك من الشاهدين إذن مولانا هذا الملمح الخاطف لخص لنا أن حقا يواجه باطلا بالضبط وأن هذا الحق أو صاحب الحق له مقال وله من الأدلة ما يثبت حقيقة ما يقول وهؤلاء ليس لهم من الأدلة ما يثبت حتى قولهم هنقف مع القصة دي بالتفاصيل لكن نسمح لنطلع فواصل ونرجع تاني فواصل ونرجع نكمل مع حضراتكم رجعنا لحضراتكم مرة تانية مستمرين في الكلام على القصص القرآني رحب بمولانا الدكتور عصام الروبي من ورنا سيد أهلا دكتور محمد يا مرحبا أهلا بكم سيد حضراتك اديتنا ملمح سريح كده عن قصة سيدنا إبراهيم في سورة الأنبياء في أول حاجة هنبدأ القصة ولقد أتينا إبراهيم رشده فكرة الرشد وحضراتك قلت لنا من قبل وقفنا معها ملمح لكن أنا عايزة أقف مع كلمة ولقد أتينا إبراهيم رشده فكرة الرشد إن إزاي سيدنا النبي حتى كان يعلمنا إن إحنا ندعو اللهم ألهمني رشدي وأعزني من شر نفسي لي ربنا بدأ بهذه البداية وما تحمله من دلالات الرشد اسم جامع لكل معاني الخير ووجوه البر اللي يعطى الرشد يعطى كل حاجة كل شيء بسيطة كده يعني يعطى الرشد يعطى كل خير كل شيء فلان هذا راشد راشد يعني بالغ عاقل متزن صحيح نفسيا راشد بمعنى أنه محب للخير يدعو إلى الخير راشد بمعنى أنه يقول قولة الحق ويعمل وعمل الحق راشد بمعنى أنه بلغ غاية الكمال الإنساني الله أكبر وفتح الله تعالى أمام أبواب الخير ووجوه البر الرشد لذلك هنا لما أهل الكهف قالوا كده أتينا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا راشد هم عايزين ده يصلوا إلى الكمال الإنسان بيّ لنا الطريقة الصحيح السوي اكشف لنا عن الفترة النقية نريد أن نصل من خلال الإيمان إلى كمالات النفس الإنسانية الله أكبر تماما ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبله وكنا به عالمين بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كان عليما بما وصل إليه خليله إبراهيم عليه السلام من هذا الكمال الإنساني لذلك تنزلت عليه النبوة فاختاره الله تعالى وصفاه واجتباه وهذا من رحمة الله الوافرة بأنبيائه ورسوله أن الكريم سبحانه وتعالى ينطقيهم وأنه سبحانه وتعالى يصفيهم الرشد ده إحنا لن نصيب منه إحنا آه مش أنبياء وإحنا طبعا على ملة سيدنا إبراهيم لو أنا كشخص عايز أموري كلها أنا طبعا عندي هموم وعندي حاجات وعندي متطلبات وطموح وأحلام أنا عايز منها الرشد أعمل إيه وحقق لله سبحانه وتعالى من نفسي ثلاثة مرات الإسلام الإيمان الإحسان إبقى أنا كده خدت الرشد حين ذاك سأكون راشدا لابد أن أقيم أركان الإسلام ولابد أن أقيم أركان الإيمان وأن أصل بالإحسان إلى أنني أعبد الله كأنني أراه فإن لم أكن أراه فإنه يراني أعلى مقام شكرا ورقبة الله في كل شيء أنا وصلت إلى مرتبة الرشد ده درس عظيم جدا من قصة سيدنا إبراهيم هنستكمل الآية اللي بعدها على طول إذ قال لأبيه نعم كتير بقى من الناس بيخشوا فكرة أبيه هو أبو سيدنا إبراهيم يا جماعة أبوه الصلبي والعمه وبنخش في جدال حرك لو تدينا ملمح أو تفصيل هو كان أبوه فعلا إذ قال لأبيه وقومه هذه المسألة اختلف فيها المفسرون فيما بينهم اختلافا كبيرا نعم منهم من قال بأنه فعلا كان أباه من الصلب نعم نعم والبنوة والأبوة كانت بينهما حقيقية مه متصلة ومنهم من قال أن الأب في لغة العرب تماما يطلق وعلى العم مه فقالوا هذا هذا أعمه بدليل قول الله تعالى في سورة الأنعام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرة نحن تعلمنا في لغة العرب يا دكتور محمد تعلمنا ما يسمى بالعطف المبيد للمبدل منه نعم تماما نعم يسموه البدل بدل المبين للمبدل منه نعم تماما له عطف النسق كما يقولون نعم أو ما يسمى بدل الكل من الكل نعم طيب هنا يقول الله سبحانه وتعالى ذاكرا اسم أبي إذ قال إبراهيم لأبيه آزرة لو كان أبوه صلبيا فعلا تماما وهو منه ما جاء بعطف الكل من الكل هو أبوه وآزر بالضبط هذا عطف كل على كل لكن العرب كانت تستخدم بدل الكل من الكل في بيان نوعية الأبوه آه فهو هنا العطف مش تكرار هل يترى هو عمه أم خاله آه ولذلك ذكر اسمه من باب عطف الكل على الكل اللي هو البدل المبين اللي مبدل منه نعم طالما أنه حدد اسمه نعم فمعنى ذلك أنه ليس من نسبه المتصل به نسبا نعم موضوع خلص ولذلك تالي نركا إلى الرأي القائل أن أباه هنا ليس أبا حقيقيا له ليس من نسبه المتصل وإنما هو عمه وعدا الحقيقة ويمكن سيدنا برضو في مثلا نهي ربنا لاستغفار سيدنا إبراهيم لأبيه نعم وما كان استغفاره إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منها نعم وليتاني في سورة إبراهيم أنه يقول رب يغفر لي ولوالديه نعم يبقى إذن هو المنهي عن الاستغفارهن عمه بضل لكن سيدنا إبراهيم بيدعو له هو أبو نعم إذن وبعدين كلمة كلمة والد نعم لابد أن يكون منه البنوة آه أما الأب لأ فوالد لو القرآن ذكر إذ قال لوالده نعم يبقى ده لا تحتمل اللي هو اللي والد اللي هو منصول لكن الأبوة معنى أوسع نعم معنى أوسع ممكن اللي يقوم بالأبوة ده الجد بالضبط على العم والجد والجد والخال لأن الخال في منزلة حتى عندنا في العم الخال والد يعني بالضبط نعم إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون نعم إيه الملامح اللي في هذه الآم ولنا الدروس اللي نستفد من هذه الآم أولا هو حدد لهم نوعية ما يعبدونه التماثيل هناك فرق بين التماثيل وبين الأصنام وبين الأوثان ثلاث حاجات طبعا مختلفة الثلاث آه طبعا في فرق بين الأوثان نعم الأصنام والتماثيل الأصنام تصنع من الأحجار مم والأوثان من الأخشاب الله والتماثيل تصنع منهما سواء من الأحجار أو الأخشاب لكنها تصنعه على هيئة إنسان أو حيوان التمثال بالضبط نعم فهو حدد لهم نوعية ما يعبدونه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون هذه التمثيل أنتم تصنعونها بأيديكم وشكلتموها على صورة إنسان فإذا كنتم تعبدونها فأولى من هذه العبادة أولى بها الإنسان نفسه صاحب التمثيل بقى الصورة الحقيقية بالضبط صحيح ده منطقي جدا جدا ثم قال لهم ماذا تفعلون بهذه التمثيل أنا رأيت عمي يصنعها بيدي فهي مصنوعة أمامي فلا تحدثوني أنها تكون الإله يصنع لا يمكن أبدا وهنا سأخذنا هذا السؤال هو ليه بدأ بعمه يمكن علشان البعدة دي سيدنا أنه شفوا أنه بيعملها بدأ الدعوة أنه إذ قال لأبيه وقومه فبدأ بأبيه والله أنا قرأت في هذه المسألة أقوالا طيبة يعني خلاصتها ما يلي قيل أنه وابدأ بنفسك أنه بدأ بعمه أولا تماما وانذر عشيرتك الأقربين ثم تحدث من بعد عمه إلى قومه وقيل أن الخليل إبراهيم عليه السلام ما ترك شاردة ولا واردة إلا وصدع أمامها بالحق بمعنى أنه تحدث حتى مع الملك لم تره للذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك وتحدث مع الجمهور وتحدث مع أبيه أو مع عمه لم يترك أحدا لأن طبعا طبيعة لن بيان نوع لا يجوز تخير البيان عن وقت الحاجة فموجود حد محتاج بيان فهبين فوره لا يجوز تخير البيان عن وقت الحاجة دي الله أكبر بارك الله فيك فيبدأ بعمه نعم طيب لو إحنا هنتكلموا لنا عن نوع المحاورة بقى بدأ حواره زي ما حركت فضلت وذكرت لنا في البداية بدأ حواره نوع المحاورة اللي حصلت هنا حوار له عدة عنوين أو مضامين نعم أولا التبكيت بكتهم ثانيا التقرير مع التقرير مع التوبيخ مع الاستنكار في الحقيقة كل هذه الأساليب مذكورة هنا في نوعية المحاورة لأنه فطن وبالتالي أول شيء لفت انتباههم بسؤال عابر تماما ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون سؤال تماما لا يحتاج إلى إلى شيء ثم بعد ذلك بدأ في مسألة التقرير حينما قال لهم أنتم وأباؤكم في ضلال مبين بيقولهم كلام قوي علشان يعرفهم أن اللي بيقولوا ده غلط بالضبط وأسلوب قوي معنى التقرير بالضبط ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن انظروا مسأله واضحة للعيان بينا ظاهرة ربي هو ربكم وربكم هو ربي وربنا جميعا هو رب السماوات والأرض الذي فطرهن خلقهن وأبدعهن نعم وأنا على ذلك من الشاهدين ثم بعد ذلك تنتقل بهم المحاورة إلى أساليب أخرى منها أنه عليه السلام كان يعني فيه ما فيه من التحكم يتحكم بهم وهنا يتحكم يا مولانا عشان يظهر لهم قبح ماهم عليه بالضبط وأنتم يتحكم بهم إذا كنت على حاجة وحشة نعم نعم ثم بعد ذلك تجى إلى أسلوب أخر وهو التعجيز فاسألوهم إن كانوا ينطقون الله كل ده علشان هو يرجو هدايته بالضبط هو بيعمل كده مش مجرد استهزاء بالناس ولا مجرد تسفيه لمعتقدات وإنما هو شافهم على خطر عظيم فعايز يقول لهم والله يا جماعة لأنتم بتعملوه ده غير منطقي غير متناسق مع العقل السليم بالضبط نعم فجعلهم جذاذا الجذاذ في اللغة العربية مأخوذ من مادة الكلمة جذة بمعنى قطع وفصل وحطم بعد المحورة يا مولانا وانتهت المحورة إلى لا شيء هو مكر بهم وبآلهتهم تماما مكر بآلهتهم بمعنى أنه بية نية أن يريهم آية بينة في تلك المعبودات الكاذبة إذن سيدنا إبراهيم يا سيدنا حط خطة نعم علشان يلجئ هؤلاء الناس إلى العقول يخليهم يفكروا مرة تانية في هذه المعبودات نعم وإلى السنطاقة الأدلة من داخلهم على تأييده والصدق ما يقوله لهم يعني أنا أخليك تنطأ بالحق مش هقولك بس الدليل أنا وراءك وراءك آه ده أنا مش هقولك الدليل ده أنا هاخدك بنفسك تقولي الدليل على بطلان معتقد وده أبلغ في إقامة الحج سيدنا صح؟ طبعا طبعا فجعلهم جذاذا الخطة بقى سيدنا يعني كانت خطة سيدنا إبراهيم إيه مبنية على إيه لما رأى هذه المعبودات هو يعني عليه السلام اختار لهم يوما هم مشغلون فيه هذا اليوم هو يوم عيد لأصنامهم أو عيد لهم فذهبوا أولا إلى أصنامهم فصنعوا لها الأطعمة والأشريبة وقدموها وقالوا نذهب إلى عيدنا لللهو واللعب وفي نفس الآن تكون الأصنام باركة هذه الأطعمة حتى حينما نعود نأكلها وهي أطعمة مباركة لأنها كانت في حوزة وظيافة الآلهة معنى شديد العبث يعني نعم بالضبط فهو اغتنم ذلك الوقت والداعية يجب أن يكون فطنا ذكيا ثم إن فقه الأولويات مطلوب فقه الموزنات مطلوب فقه المآلات مطلوب فقه الواقع مطلوب لا يمكن أبدا للإنسان أن يكون ناجحا في دعوته أو أن يكون ناجحا في عمله إلا إذا كان فاهما لفقه الواقع الذي يعيش فيه وفاهم الفق الأولويات يبدأ بيه سيدنا إبراهيم أنت قلت أنه بدأ بالحوار الأول وكان حوار منطقي وبعد كده ألقاهم إلى حوار آخر ثم بعد كده مالأشق قدامه حلغني أنه يعمل الأمر هذا فجعلهم جذاذا أي فتاتا فتت تلك الأصنام إلى قطع صغير حطامها وكسرها فجعلهم جذاذا بمعنى فتاتا فتتها وطرك صنما كبيرا لهم وجعل ذلك الفأس على كتفه لأنه يعني يريد أن يعلم حينما يعودون يرون ذلك الصنم لعله ثار لعله غضب من بقية الأصنام فلما غضب منهم قامت فكسرهم وحطامهم إذن سيدنا إبراهيم بدأ بهذا التحطيم أنه يضعهم أمام حقيقة آلة وهي عجز هؤلاء الأصنام مولانا تسمح لي إحنا يعني الوقف هنا يعني وقف يمكن أن نحن نقف عند هذه النقطة لأنه هنشوف بعد كده ما الذي رد الفعل على هذا الأمر لكن إن شاء الله يكون في حلقة قادمة حضركة وعيدنا تكون موجود معنا فيها إن شاء الله بإذن الله تعالى علشان نكمل السيدة المشاهدين نورتنا يا سيدنا في هذا القبس النوراني العظيم من قصة سيدنا إبراهيم الخليل شكرا لحرارة شكرا لحرارة شكرا لحمد حضراتكم ومع مولانا الدكتور عصامي الروبي إن شاء الله نلتقي بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج آيات بينات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة